أبوك يشعر فيك إذا دعوت له وسلمت عليه و قدرت تجنك تزوره في المقبرة مع أن الدعاء يعني إذا كان ما تقدر تزوره في المقبرة الدعاء يكفي يصل أينما يصل أين مكان لكن الدعاء هل أنت فعلاً لوالديك كل يوم نصيب من دعائك أو هي بس اللي بين رب غفل لي و لوالدي اللي بين السجدتين وعليها هذا هنا الجمال لما كان أبوك حي وأمك حية ممكن هم يحصلون ما يريدون لكن بعد ما مات من قطع الآن هذا البر هذا البر الحقيقي يمكنك أن تكن تبرهم في حياتهم لمصلحة أما مثلاً بعض الناس يبرهم يبيهم يدعون له أو يبرهم من أجل الأبناء يبرون فيهم وهذا ترى يود أن نوقف معهم وقفة خاصة لا تبرهم من أجل يبرهم معيالك لا برهم لله لا ترضيهم من أجل أن تجد أثر ذلك في نفسك وأولادك لا لا برهم لله سوف تأتيك من بركة من الله عز وجل أكثر مما تظن لأن بعض الناس ما أهمه إلا يقول أنا أبرهم عشان عيالي صار ثواب دنيوي فقط لا لا أنا أبرهم لأن الله أمرني بذلك لأن الله أوصاني بهم لأني أرى أن هذا لهم حق عظيم بعد حق الله عز وجل فلذلك هذا الذي يفعل هذا الأمر لا ينتظر منهم لا شكر ولا ينتظر منهم دعاء ولا ينتظر منهم يثلن عليه ولا ينتظر منهم يندحونه ولذلك تجد بعض الأبناء يقول أنت لتسوي وتفعل وعمره والعمرهم قال لك شكرا قال أنا ما خدمتم عشان يقول لي شكرا أنا خدمتم لأن الله أمرني بذلك